لم تعمل على اطالة امد الحرب في اليمن فقط بل تهدد هذه الصواريخ والاسلحة الايرانية اليمنيين ودول الجوار ترسانة اسلحة دفعت بها ايران الى ميليشيات الحوثي لتكون ذراعها في جنوب الجزيرة العربية على غرار حزب الله في لبنان وزودتها بمجموعة صواريخ مثل قيام وتصنعه شركة باقري التابعة للمؤسسة الايرانية للصناعات الفضائية الجوية وصاروخ زلزال ارض ارض منظومة صياد الايرانية للدفاع الجوي المتضمنة عربة اطلاق وصواريخ اكثر من مائة صاروخ اعترضها الدفاع الجوي السعودي اطلقتها ميليشيات الحوثي من الاراضي اليمنية وعرض تحالف دعم الشرعية صورا لبقايا من هذه الصواريخ كما اطلعت البعثة الامريكية في الامم المتحدة سفراء مجلس الامن على ادلة على تسليح ايران للحوثيين النظام الايراني زود ميليشيات الحوثي بطائرات مسيارة دون طيار من نوع ابابيل تي ويسميها الحوثيون قاصف واحد ايران زودت ميليشيات الحوثي بألغام بحرية وقوارب صغيرة واستخدمت الميليشيات ميناء الحديدة كقاعدة انطلاق لتهديد الملاحة البحرية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وكانت ايران تستخدم طيرانها المدني لتزويد الحوثيين بالاسلحة قبل اندلاع الحرب عام 2015 واستمرت بتزويد الانقلابيين بما يحتاجونه من اسلحة تحت ذريعة ايصال المساعدات الانسانية الى اليمن